السلام عليكم معاكم مدهم من GameTek اليوم إن شاء الله بجاوب على بعض الأسئلة ونجرب سواه بما أن التحديث بلاستيشن 5 وصلني واللي يسمح لك تكبر مساحة الجهاز وتركب الـ SSD جوه وهذه الأسئلة اللي بجاوب عليها أول شيء هل تحتاج مبرد إذا ركبت SSD على PS5؟ وإيش هو أفضل نوع SSD تركبه ومن وين تشتريه؟ وإذا تبي طريقة تركيب الـ SSD وتشغيله بالخطوات أنا سويت فيديو وبحط لكم رابطة تحت المقطع وأرجع أذكر أنا قدرت أركب الهاردسك وشغله علشان وصلني نسخة من التحديث حق بلاستيشن 5 القادم وإن شاء الله بينزل خلال أسبوعين أو ثلاثة فانتظروا التحديث لن ينزل علشان تشغل الـ SSD إذا اشتريته وخلونا نبدأ مع أول سؤال هل تحتاج مبرد للـ SSD؟ الـ SSD العادي يجي بهذا الشكل وركبت على الجهاز ومثل منتم شايفين اللعبة على الـ M.2 والـ SSD ولعبت لعبة تستغل كل قوة الـ SSD اللي هي راتشد أنك لينك ولعبت خمس ساعات متواصلة تقريباً وما كان فيه أي مشاكل فالجواب أن الـ SSD يشتغل بدون مبرد وأمورك تمام لكن الأفضل أنك تشتري SSD مع مبرد جاهز وإذا قلت اشتريت الـ SSD وجهسته وخلاص ساعتها اشتري مبرد مثل هذا وسعره 45 ريال بس يعني تقريباً 12 دولار وبحط لكم الرابط حقه تحت المقطع المبرد تيجي معاه قطعتين بيضة تركب واحدة فوق الـ SSD وواحدة تحت مثل كذا وتقفل وخلاص ومثل ما أنتم شايفين ركبتها في الجهاز وتقفل الغطة وكان راكب بشكل ممتاز طيب وش أفضل نوع SSD تاخذه ومعه مبرد جاهز الجواب هو هذا الـ WDSN 850 مثل هذا بالضبط لكن معه مبرد وبحط لكم صورته الحين ليش قلت هذا أفضل نوع؟ بسبب أن مارك سيرني الشخص المسوي معمارية البليستيشن 5 يعني هو الشخص المسؤول عن بناء الجهاز والقطع اللي راكب فيه وهو حط صورة هذا الـ SSD في تويتر فالأفضل أن نمشي وره مصمم الجهاز ونأخذ هذا النوع ومره واحدة يجي منه نوع في مبرد جاهز وركبت على البليستيشن 5 وجربته وكان الأداء ممتاز من كل النواحي سواء لعبت عليه وقت طويل ونقلت ألعاب ولا كان فيه أي مشاكل وبحط لكم رابط شراء الـ SSD تحت المقطع بعد ما تركب الـ SSD بيطلع لك خيارات التخزين بهذا الشكل عندك تخزين الجهاز وعندك الـ SSD اللي ركبته فصارت مساحة الجهاز الكلية 1.7 تيارة تقريبا وآخر شيء الـ Hard Disk الخارجي اللي عليه ألعاب بليستيشن 4 وتقدر تحدد من هنا وين تثبت الألعاب مثل ألعاب بليستيشن 5 تبت ثبتها على الـ SSD اللي ركبته وبليستيشن 4 على الـ Hard Disk الخارجي وبكذا الحمد لله نقول إن حلت مشكلة المساحة ومثل ما قلت لكم رابط تركيب الـ SSD تحت المقطع ورابط شراء المبرد ورابط شراء الـ SSD كلهم بحطت لكم إياها تحت المقطع